السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي معنا النهاردة مع درس جديد من دروس الرياضيات فرع الجبر بدأنا الحصة اللي فاتت واتكلمنا عن الضرب المتكرر في نون كان الدرس الأول النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الدرس الثاني وهو درس بعنوان القوى الصحيحة غير السالبة معنى عنوان درسنا النهاردة القوى اللي هي الأسس اللي احنا اتكلمنا عليها الحصة اللي فاتت لما بيكون عندي أي تكرار لعملية الضرب بعبر عنه باستخدام الأسس القوى هنا معناها الأسس القوى الصحيحة غير السالبة معناها هنعرف النهاردة إزاي إن احنا نتعامل أو العمليات على الأسس الصحيحة يعني الأسس يكون عدد صحيح غير سالب سواء إزا كان الأسس عندي موجب أو يساوي صفر فالنهاردة إن شاء الله هنبدأ نعرف القوى الصحيحة غير السالبة نتعرف العمليات عليها هيكون شكلها إزاي وهنحل على القوى الصحيحة غير السالبة بعض التمارين نبدأ مع بعض إحنا عندنا في القوى الصحيحة غير السالبة مجموعة من القواعد اللي بنبدأ إن إحنا نطبق بيها أو بنبدأ إن إحنا نستخدم القواعد دي في العمليات مع القوى الصحيحة غير السالبة هنبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة بتتكلم على ضرب الأعداد ذات الأساسات المتشبهة لما يكون عندي أكتر من عدد لنفس الأساس والأعداد دي مضروبة بعضها في الحالة دي بنجمع الأسس فبنقول عند ضرب الأعداد ذات الأساسات المتشبهة نجمع الأسس يعني لو أنا عندي أي عدد زي صورة العدد اللي موجود قدامي ألف على به السميم في ألف على به السنون نفس الأساس هنا الأساس ألف على به وهنا نفس الأساس ألف على به يبقى أقدر أننا أستخدم خاصية الضرب في أننا أجيب الناتج فبنزل العدد زي ما هو ألف على به إنما بجمع الأسس الأسس عندي الأول ميم للتاني نون يبقى الأسس الجديد ميم زائد نون تعال نشوف أمثلة على كده المثال الأول العدد خمسة قصة اتنين في خمسة قصة أربعة خمسة قصة اتنين في خمسة قصة أربعة علشان أجيب الناتج أنا عندي الأساس زي الأساس العدد الأول الأساس بتاعه خمسة العدد الثاني الأساس بتاعه خمسة والعملية عندنا عملية ضرب يبقى هنجمع الأسس هنزل الأساس خمسة زي ما هو وهنجمع الأسس اتنين زائد أربعة الأسس للعدد الأول مع الأسس للعدد الثاني الخمسة الأساس بتاعنا هينزل زي ما هو وهنجمع الأسس 2 زائد 4 6 مثال تاني أتى على 2 قصة 3 في 3 على 2 قصة 5 المثال الأول العدد عندي كان عدد صحيح في المثال الثاني العدد عندي مكون منبسط ومقام أيا يكون الأساس اللي موجود عندي عدد صحيح أو عدد مكاوم منبسط ومقام عدد نسب يعني هيتطبق عليه نفس القاعدة مدام الأساسات اللي عندي أساسات متشابهة 3 على 2 قصة 3 في 3 على 2 قصة 5 الأساس هينزل زي ما هو ومدام العملي عندنا عملي الضرب يبقى هنجمع الأسس 3 على 2 قصة 3 زائد 5 هنجمع القصة 3 مع القصة 5 الأساس بتاعنا هينزل زي ما هو 3 على 2 وهنجمع 3 زائد 5 8 يبقى القاعدة الأولى بتقولي لما يكون عندي عمليات ضرب لأكتر من عدد لي نفس الأساس نجمع القصة ضرب الأعداد اللي ليها نفس الأساس هنجمع القصة مثال واحد أوجد ناتج كل مما يأتي سؤال الأول 1 على 5 قصة 3 في 1 على 5 قصة 7 1 على 5 قصة 3 في 1 على 5 قصة 7 عاوز أجيب ناتج الأعداد دي باستخدام العمليات أو باستخدام الخاصية أو القاعدة اللي احنا لسه إي لنها الأساسات عندي متشابهة أساس العدد الأول 1 على 5 أساس العدد الثاني برضو 1 على 5 والعملية هنا عملية ضرب يبقى هنطبق القاعدة وهنجمع الأسس يساوي هننزل العدد عندنا 1 على 5 الأساس زي ما هو وهجمع الأسس 3 زائد 7 3 زائد 7 يساوي 10 يبقى الناتج عندنا 1 على 5 قصة 10 4 على 3 أس 2 ف4 على 3 أس 5 ف4 على 3 نفس الأساس العدد الأول أساسه 4 على 3 العدد الثاني أساسه 4 على 3 والعدد الأخير برضو أساسه 4 على 3 العمليات كلها أو العملية المطلوب إتمامها هي عملية الضرب عاوز أضرب الأعداد في بعضها يبقى هنجمع الأسس هننزل عدد واحد منهم أو أساس واحد منهم 4 على 3 وهنبدأ نجمع الأسس ناخد بالنا القصة للعدد الأول 2 القصة للعدد الثاني 5 القصة للعدد الأخير 1 أي عدد مكتوب بدون قصة معناه أن القصة بتاعه يساوي 1 يبقى هننزل 4 على 3 وهجمع الأسس 2 زائد 5 زائد 1 اللي هو القصة للعدد الأخير يساوي الأساس بتاعنا هنزل زي ما هو 4 على 3 وهجمع الأسس 2 زائد 5 7 7 زائد 1 8 يبقى 4 على 3 قصة 8 سهل الثالث سالب 2 على 7 قص 4 في 2 على 7 قص 5 سالب 2 على 7 قص 4 في 2 على 7 قص 5 علشان أطبق القعدة لازم الأساسات اللي عندي تكون أساسات متشابهة العدد من تحتي يبقى زي بعض بالضبط ما يكونش فيه اختلاف في المسألة اللي موجودة معايا العدد الأول عدد سالب إنما العدد الثاني عدد موجب فيه شرط سالب والتاني مفوش طيب في الحالة دي يبقى أنا ما ينفعش أن أطبق القعدة دلوقتي لأن الأعداد بالنسبة لي أو الأساسات بالنسبة لي مش متشابهة في الحالة دي هنعمل إيه؟ في الحالة دي هنبدأ الأول إن إحنا نخلص من السالب اللي عندنا هنخلص من السالب اللي عندنا إزاي؟ زي ما قلنا الحصة اللي فاتت العدد السالب لو القص بتاعه قص زوجي يبقى الناتج عندي هيطلع موجب القص الزوجي هيكل للإشارة الموجودة دي هيلغيها مش هتبقى موجودة يبقى عندي سالب 2 على 7 أص 4 هي هي 2 على 7 أص 4 من غير السالب يبقى رقم واحد تخلصت من إشارة سالب الموجودة عندي في السؤال يبقى المسألة أصبحت 2 على 7 أص 4 في 2 على 7 أص 5 اللي خلاني شلت إشارة السالب من العدد الأول إن القص عندي هنا أص زوجي تمام كده أصبحت الأساسات متشابهة هننزل الأساس زي ما هو اللي هو العدد 2 على 7 وهنجمع الأصص 4 زائد 5 يبقى 2 على 7 أص 9 يبقى علشان أطبق القاعدة الأولى عملية الضرب امت أجمع الأصص لما يكون الأساسات متشابهة لو حصل معايا وظهر معايا عدد في إشارة سالب هنتخلص الأول من إشارة السالب بنتخلص منه إزاي على حسب الأص الموجود فوقي لو الأص عندي أص زوجي بيلغي الإشارة لو الأص فردي كان طلع الإشارة برى العدد القاعدة التانية عند قسمة الأعداد ذات الأساسات المتشابهة بنترح الأصص العكس بالضبط في الضرب كنت بجمع الأصص المرة دي في الإسمة هنطرح الأصص بس لازم نفس الشرط إن الأساسات تكون متشابهة يعني لما يكون عندي عدد زي الألف على به قص ميم ده العدد الأول هقسمه على ألف على به قص نون ده العدد التاني الأساسات عندي متشابهة اللي اختلاف في القص بس يبقى كل اللي أنا هعمله إن أنا بنزل العدد زي ما هو ألف على به وبطرح الأصص ميم ناقص نون وناخد بالنا من عملية ترتيب الطرح أنا بطرح الأصص الأول ناقص الأصص التاني مش العكس مش باختار مين الكبير ومين الصغير وبطرحهم لأ أنا بطرح الأصص بتاع العدد الأول ناقص أصص العدد التاني لازم بالترتيب كده على حسب عملية الإسمة ما مترتبه مثال على كده المثال الأول 9 أص 5 على 9 أص 3 9 أص 5 على 9 أص 3 عندنا هنا عملية إسمة الأساسات اللي عندي متشابهة أساس العدد الأول 9 أساس العدد التاني 9 يبقى هنطرح الأصص هننزل الأساس 9 زي ما هو وهنبدأ نطرح الأصص يبقى 5 ناقص 3 بالترتيب 5 ناقص 3 عندنا بيساوي 2 يبقى الناتج يساوي 9 أص 2 هنا عندنا بس نقطة كده صغيرة نكمل بيها المسألة إيه هي لما يكون الأص اللي في الناتج عندي أص صغير زي أص 2 أص 3 على طول هنبدأ أننا نفك الأصص بتاعنا ده وهنجيب الناتج على طول في أبسط صورة يعني نعود نفسنا على طول على الطريقة دي مدام أنا أسمت وطرحت الأصص الأصص عندي بعدما طرحتها أصبح الأصص 2 2 معناه العدد ده هيتضرب في نفسه مرتين يبقى أنا هبدأ أفك التسعة هضربها في نفسها مرتين وهجيب الناتج النهائي يبقى تسعة في تسعة يساوي واحد وتمانين مثال تاني العدد 3 على 2 أص 4 على 3 على 2 عاوز أقسم العددين دول على بعض تمام عملية اسمه يبقى نطرح الأصص الأساسات اللي عندي هل هي متشبهة؟ أيوة العدد الأول الأساس بتاعه 3 على 2 العدد التاني الأساس بتاعه برضو 3 على 2 يبقى الأساسات عندي متشبهة يبقى أقدر أننا أطرح الأصص هننزل الأساس بتاعنا 3 على 2 زي ما هو وهنطرح الأصص 4 ناقص واحد لأن احنا قلنا العدد اللي مش مكتوب عليه أي أص معناه أن الأصص بتاعه واحد هنطرح 4 ناقص واحد يبقى 3 يبقى الناتج عندنا بيساوي 3 على 2 أصص 3 أصص 3 معناه أن العدد ده هيتضرب في نفسه 3 مرات الأصص عندي صغير يبقى هضرب العدد وهبدأ أننا أفك وجيمي الناتج النهائي أو أبسط صورة 3 هتضرب في نفسه 3 مرات 27 2 هتضرب في نفسه 3 مرات تبقى 8 يبقى الناتج النهائي 27 على 8 يبقى القاعدة الأولى بتقول لو عندي عملية ضرب هجمع الأصص القاعدة التانية بتقول لو عندي عملية اسمه هطرح الأصص الشرط الأساسي إن الأساسات تكون متشبهة الأساسات تكون متشبهة ده الشرط الأساسي عشان أطبق القاعدة الأولى أو أطبق القاعدة التانية أوجد ناتج كل من ما يأتي الأول أربعة على خمسة وسط 8 على أربعة على خمسة وسط 2 العملية عندنا عملية اسمه والأساسات متشبهة الأول أساسه أربعة على خمسة والتاني أساسه أربعة على خمسة يبقى هنطرح الأصص هنكتب العدد أربعة على خمسة زي ما هو مش بنغير فيه حاجة وبطرح الأصص تمانية ناقص 2 تمانية ناقص 2 يساوي 6 يبقى ناتج السؤال الأول يساوي أربعة على خمسة قس 6 قس 6 هنا المرة دي قس كبير خلاص أنا هسيب الصورة زي ما هي كده هسيب الشكل ده زي ما هو مش هحتاج أن أنا فوقه السؤال التاني أربعة على ثلاثة قس 9 على 1 و 1 على ثلاثة قس 5 أربعة على ثلاثة قس 9 على واحد و واحد على ثلاثة قس 5 عملية اسمة تمام بس هل الأساسات اللي عندي أساسات متشابهة أنا شايف العدد الأولاني أربعة على ثلاثة إنما العدد التاني واحد و واحد على ثلاثة مش شكله خالص آه هو مش شكله بس تعال أن حول للعدد التاني ده اللي هو الواحد وتلت لصورة بسط ومقام لما نحاوله لصورة بسط ومقام طلبتنا الممتازة زي ما درسنا في الترمي الأول هنضرب العدد الصحيح في المقام ونجمع الناتج بتاعه مع البسط يبقى واحد في تلاتة بتلاتة تلاتة زائد واحد أربعة يبقى العدد ده لما حاوله هيكون أربعة على تلاتة يبقى المسألة هتكون أربعة على تلاتة أس تسعة على أربعة على تلاتة أس خمسة يبقى أنا بدأت الأول وعملت إيه؟ حولت شكل العدد صحيح وكسر لصورة بسط ومقام ضربنا واحد في تلاتة بتلاتة زائد واحد أربعة يبقى ده العدد بتاع البسط أما المقام تلاتة زي ما هو ده مش هيتغير لما غيرت شكل العدد أصبح الأعداد اللي عندي هنا أعداد متشابهة الأساسات متشابهة أساس الأول أربعة على تلاتة وأساس العدد التاني أربعة على تلاتة العملية عملية اسمه يبقى هنطرح الأسس هنكتب العدد عندي أربعة على تلاتة وهطرح الأسس تسعة ناقص خمسة أربعة على تلاتة وهل الأسس عندنا تسعة هطرح منها خمسة يبقى أسس أربعة يبقى لو عندي أشكال مختلفة الأول هحول الصور المختلفة عندي لصور اتبسطه مقام عشان أبدأ الأول أشوف هل فعلا الأعداد متشبهة وأقدر أن أنا أطبق القعدة أو الأعداد عندي مختلفة وما عرفش أن أنا أطبق القعدة السؤال الثالث سالب 2 على 7 قص 7 على 2 على 7 قص 3 سالب 2 على 7 قص 7 على 2 على 7 قص 3 أنا عاوز أقسم العددين دول علشان أقسمهم وأستخدم القواعد اللي عندي لازم تكون الأساسات متشبهة أنا عندي فيه عدد مختلف شوية في إشارة سالب هبدأ أتخلص من السالب طب القص اللي عندي هنا قص فردي ولا قص زوجي يقولي العدد السالب القص بتاعه 7 و7 ده عدد فردي يبقى العدد هيفضل سالب زي ما هو ولكن هنطلع السالب بره القص يبقى العدد الأول هيكون سالب هيكتب بره و2 على 7 قص 7 على 2 على 7 قص 3 طلعت السالب بره لأن القص عندي قص فردي ولما تخلصت من السالب من جوه العدد كده أصبح العدد الأول 2 على 7 والعدد الثاني برضو 2 على 7 الأساس بتاعه الأساسات عندي أصبحت متشابهة هبدأ هطرح الأسس يبقى هنكتب السالب والأساس عندي 2 على 7 زي ما هو وهنطرح الأسس 7 ناقص 3 7 ناقص 3 يساوي 4 يبقى الإجابة النهائية سالب 2 على 7 قص 4 يبقى لو عندي فيه اختلاف في شكل الأساس لازم الأول أحول الأشكال المختلفة دي لصورة البسط والمقام أصبحت الأشكال زي بعض نطبق القعدة اللي احنا قلنا عليها عندي عدد سالب وعندي عدد موجب يبقى هخلص الأول من السالب هشيله خالص من المسألة لو الأس زوجي هطلعه بره القوس لو الأس فردي القعدة التالتة عند وجود أكتر من قوس لنفس الأساس بنضرب الأساسات في بعضها يعني عندي هنا العدد ألف على به ليه أس ميم وعندي قوس تاني معناه كل العدد ده عليه قوس تاني من فوق اسمه نون القوس ميم والقوس نون اللي اتنين بنقول عليها قوس لنفس الأساس أو لنفس العدد اللي هو ألف على به ففي الحالة دي بنضرب الأسس في بعض يبقى بضرب الميم في النون مثال سبعة قصة أربعة قصة خمسة سبعة قصة أربعة الكل قصة خمسة يبقى عندي أكتر من قصة للعدد سبعة يبقى أنا هضرب القصص دي في بعضها يبقى أنا هضرب أربعة في خمسة يبقى الأساس بتاعنا سبعة هينزل زي ما هو وهضرب أربعة في خمسة أربعة في خمسة بعشرين يبقى الناتج يساوي سبعة قصة عشرين مثال تاني سبعة على خمسة قصة اتنين الكل قصة تلاتة سبعة على خمسة لي قصة اتنين ولي قصة تلاتة أكتر من قصة لنفس الأساس يبقى أنا هضرب القصص دي في بعضها يبقى نكتب العدد أو الأساس سبعة على خمسة وفي القص هضرب الاثنين في التلاتة اتنين في تلاتة بستة يبقى القصة الجديدة هيساوي ستة أو الناتج هيكون القصة بتاعه ستة يبقى سبعة على خمسة قصة ستة يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا عندي تلات قواعد لما بضرب الأعداد اللي ليها نفس الأساس بنجمع القص لما بأسم الأعداد اللي ليها نفس الأساس بنطرح القصص لما يكون عندي أكتر من قص نفس العدد بنضرب القصص في بعضها تعال نشوف مثال نوجد ناتج كل من ماتي السؤال الأول 3 قص 3 الكل قص 6 3 قص 3 الكل قص 6 التلاتة عليها قص من فوق 3 وفي قص تاني 6 هنضرب القصص في بعضها يبقى هنكتب العدد 3 وهضرب 3 في 6 3 في 6 بـ 18 يبقى الناتج 3 قص 18 للتاني 2 على 3 قص 4 الكل قص 2 2 على 3 قص 4 الكل قص 2 هننزل الأساس ونكتبه 2 على 3 والقصص هنضربها في بعضها يبقى 4 هتضرب في 2 2 على 3 قص 4 في 2 4 في 2 بـ 8 يبقى الناتج عندنا 2 على 3 قص 8 الثالث سالب 1 على 5 قص 3 الكل قص 7 العدد سالب 1 على 5 اللي هو الأساس هنكتبه زي ما هو والقصص هنضربها في بعضها هنضرب العدد 3 في العدد 7 يبقى سالب 1 على 5 قص 3 في 7 هضرب العدد 3 في العدد 7 يبقى الناتج 21 يبقى سالب 1 على 5 قص 21 العدد اللي عندي ده عدد فيه إشارة سالب والقص اللي عندي هنا قص فردي طب القص الفردي مع إشارة سالب بيعمل إيه؟ تمام بيطلع إشارة سالب بره العدد يبقى الناتج النهاية عندي بيساوي سالب 1 على 5 قص 21 الآخر نجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة 5 قص 4 في 5 قص 3 على 5 قص 5 في المسألة هنا جمعنا عمليات الضرب والإسمى اللي اتنين مع بعض اللي اتنين موجودين مع بعض هنبدأ الأول ونحسب الناتج اللي موجود في البسط وإذا كان فيه أكتر من عملية في المقام برضو هنحسبها الأول وآخر حاجة هنقسم البسط على المقام الحل اللي احنا عاوزين نختصره 5 قص 4 في 5 قص 3 على 5 قص 5 في البسط عندي عمليات ضرب والأساسات متشابهة يبقى هنجمع الأسس 5 قص 4 زائد 3 في البسط على 5 قص 5 في المقام يبقى في البسط هنجمع الأسس لأنه عندي عملية ضرب 4 زائد 3 سبعة يبقى البسط عندي ها يساوي 5 قص 7 والمقام زي ما هو 5 قص 5 آخر حاجة عندي عملية اسمة البسط على المقام ودي عندي عملية اسمة يبقى هطرح الأسس هطرح 7 ناقص 5 5 يبقى 5 قص 7 ناقص 5 7 ناقص 5 يساوي 2 يبقى الناتج 5 قص 2 القص بتاعنا قص صغير هنضرب العدد 5 في نفسه مرتين يبقى 5 في 5 بـ 25 عندنا بعض الملاحظات اللي ناخد بالنا منها واحنا بنحل التمارين بتاعتنا وممكن نطبقها ونستخدمها ألف قص ميم في بـ قص ميم بيساوي ألف في ب الكل قص ميم حيث ألف وبه تنتمي لنون يعني أي عددين نسبيين لما يكون عندي عملية ضرب بس المرة دي الأسس هي اللي متشابها مش الأساس بقى لا ده ده عدد مختلف عن التاني الأسس هي اللي متشابها يبقى ممكن أضرب الأعداد نفسها ببعض الأسسات نفسها ببعض وحط الأسس على الناتج كله أمثلة 5 قص سبعة في 2 قص سبعة عملية ضرب بس المرة دي مش هجمع الأسس لأن الأسسات عندي أسسات مختلفة الخمسة والتنين أسسات مختلفة يبقى المرة دي هضرب الخمسة نفسها في الاتنين والناتج هحط عليه قص سبعة يبقى 5 في 2 الكل قص سبعة 5 في 2 بعشرة يبقى الناتج عندنا يساوي 10 قص سبعة مثال تاني 3 على 2 قص تسعة في 2 على 3 قص تسعة نفس القص يبقى هنفتح أقواص ونخلي قص تسعة تبقى مكتوبة مرة واحدة وهضرب الأعداد في بعضها يبقى 3 على 2 في 2 على 3 الكل قص تسعة 3 على 2 و2 على 3 دي أعداد معقوص ضرب البعضة حاصل ضربهم يساوي واحد يبقى الناتج 1 قص تسعة 1 قص تسعة يعني واحد هيتضرب في نفسه تسعة مرات الناتج هيفضل واحد زي ما هو ممكن أن نحن نطبق العكس لما يكون عندي عدد أو مجموعة من الأعداد مضروبة في بعضها فأنا ممكن أن أنا أوزع القص عليهم ألف به قص ميم يساوي ألف قص ميم في به قص ميم لما يكون عندي عدد زي 6 على 5 فأنا ممكن أفك العدد 6 لحاصل ضرب عددين 2 من دا يتطبق في عمليات الضرب والإسم نشوف مثال أو جد ناتج ما يأتي في أبسط صورة 6 قص نون في 3 قص نون زائد 1 على 2 قص نون في 3 قص 2 نون لشان نبدأ نحل المسألة بتاعتنا أنا عندي فوق 3 قص نون زائد 1 وعندي تحت 3 قص 2 نون نفس الأساس هقدر أن أنا أقسم الأعداد لأن لها نفس الأساس طب الـ 2 أنا مش شايف أساسات زيها الـ 6 مش شايف أساسات زيها هنعمل زي المثال السابق هنفك العدد 6 لـ 2 في 3 يبقى هفك البسط الـ 6 اللي موجودة عندي في البسط لـ 2 في 3 يبقى البسط هيكون 2 قص نون و3 قص نون يبقى أنا كده فكيت العدد 6 لـ 2 في 3 أما القص فبوزعه فوق العدد الأول وفوق العدد الثاني في 3 قص نون زائد 1 كتبناها زي ما هي والمقام 2 قص نون في 3 قص 2 نون زي ما هو ما غيرناش في أي حاجة مين واخد باله من الحاجات المتشبهة ما بين البسط والمقام تمام عندي 2 قص نون في البسط وزيها 2 قص نون في المقام هنختصر الـ 2 دول مع بعض كده أصبح ما فيش عندي أساس غير العدد 3 طب العملية في البسط عملية عملية ضرب يبقى في الحالة دي هنجمع الأسس لأن الأساسات متشبهة يبقى هجمع النون مع نون زائد واحد يبقى نون مع نون زائد واحد نون زائد نون 2 نون يبقى 2 نون زائد واحد 3 قص 2 نون زائد واحد على 3 قص 2 نون اللي في المقام زي معين آخر عملية عندي عملية اسمة آخر خطوة عندي هنا في المسألة هنزل الأساس زي ما هو 3 وهطرح 2 نون اللي موجود في المقام 2 نون نقص 2 نون بسفر ويفضل عندي 3 قص واحد قص واحد ما بيكتبش عشان كده الناتج النهائي هنكتبه على الصورة 3 يبقى ده أعزائي الطلاب الدرس الثاني درس القوة الصحيحة غير السالبة نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة